ماذا جنت القوات من مشاركتها في جلسة اليوم؟ الجواب بكل بساطة لا شيء تماما كما لم تجني شيئا من كل محطات تنازلها التاريخية المشهورة عن المبادئ والحقوق منذ أواخر الثمانينات إلى اليوم فمن دورها في الثالث عشر من تشرين إلى التحاقها بالتحالف الربعي ومشاركتها في حكومات الجيش والشعب والمقاومة وإلى إسقاطها قانون اللقاء الأرثوديكسي فالانقلاب على عهد الرئيس عون السؤال نفسه يتكرر ماذا جنت القوات؟ أما اللاشيء فهو الجواب الوحيد وصولا إلى اليوم حيث لم تكسب القوات إقرارا لقانونها الخاص بالتمديد لقائد الجيش فيما ربح نبيه بري وأنصار التشريع الاعتيادي في ظل الفراغ الرئاسي تكريسا لمنطقهم على مرأة ومسمع نواب القوات الذين حضروا الجلسة وشاركوا في التشريع ولو أنهم ظلوا يؤكدون أنهم لا يشرعون من دون أن يفهم أحد ماذا يقصدون في الخلاصة طار التمديد في مجلس النواب اليوم ليحط على طاولة حكومة نجيب ميقاتي غدا في موازات كتاب واضح من وزير الدفاع إلى ميقاتي شدد فيه على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الشغور في قيادة الجيش الذي يبقى رهن تطورات الساعات المقبلة لفهم المخرج الذي يعمل عليه من قبل البعض بإطمان شديد أما التيار الوطني الحر الذي قاطع الجلسة وتمسك بموقفه الواضح من رفض التشريع إلا في حالات الضرورة القصوى مدام الفراغ الرئاسي قائما فأثبت من جديد مبدئية موقفه في مقابل تلون الآخرين وأكد سيادية توجهاته في مقابل اتجاهات متحولة لدى الآخرين بناء على غمزة سفير ترجمة نانسي قنقر